أستاذ إفان إشارة مهمة طائرات البيراكتار تركية الصنع ما زالت فعالة إلى يومنا هذا؟ أكيد أكيد هي فعالة وهي تهدد على أي جبهة بالتحديد؟ في جميع الجبهة يعني أولاً بالبيراكتار هناك ليس فقط باستهداف المدرآت ومنظمات الدفاع الجوي الروسية في الجبهة ولكن كذلك استطلاع يعني عملية الاستطلاع على في هذه الجهة ونحن نتذكر جيداً كما أرادت روسيا إدرار لصمعة بيراكتار وقالت أنها أسقطت لعرف 200 و300 طائرة مسايرة وبالطبع هي معلومة غير صحيحة والآن هناك بالعكس روسيا كما نعرف من الأخبار اقترحت أن يتم صناءة بيراكتار في روسيا بصناعة مشتركة مع تركيا وهذا يضل على أن الدعاية الزائفة الروسية هي تحاول أن تعمل فأنت تعرف العلاقات الوطيدة الآن والتعاون الكبير على مستويات عديدة بين موسكو وأنقرة هل تخشون بالفعل من تصنيع طائرات بيراكتار أو تصنيع مشترك يتم في روسيا مع تركيا؟ أعتقد أن هذا لن يتحقق أبدا لأنه نحن سمعنا أعتقد مردين أو ثلاثة مرات كان هناك تصريحات من طرف رئيس هذه الشركة أنها هذه الشركة لن تبيع ولن تعمل أي مصنع في روسيا ويعني هذا حسب ما قرأت من التصريحات لرئيس هذه الشركة إذا كانت هذه التصريحات حقيقة مصدرها الصحية موسيقى